موسيقى حماة الجميلة بنسمع نكة كثيرة على الحموات البعض سلبي والآخر إيجابي مثلا نرى المحبة والإخلاص الشديد بين رعوث المؤبية وحماتها نعمة إذ نرى الولاء الكامل لإلهها وشعبها أيضا من ناحية أخرى نرى هيرودوس الكبير اللي قتل أطفال بيت لحم يأمر بقتل زوجته وقتل العديد ثم يأمر بقتل حماته هل تصدق أنه أمر بقتل حماته شيء غريب وعجيب لكننا نرى في هذه القصة عائلة جميلة وبيت جميل لبترس وحماته وكيف دخل المسيح واستقبلوه بحفاوة وكيف أصبح المسيح رب ومضيف لهذه العائلة على فكرة القصة موجودة في إنجيل متة في إنجيل مرقص وفي إنجيل لوقة في إنجيل مرقص الإصحاح الأول مكتوب ولما خرجوا من المجمع جاءوا للوقت إلى بيت سمعان وأندراوس مع يعقوب ويحنى يعني مسافة حوالي 30 متر كان المسيح يعلم ويصنع المعجزات في كفر نحوم ولقد أنهى خدمته التي كانت مزدحمة في شوارع كفر نحوم ثم دخل بيت بوترس بدون جماهير أهل بوترس طبعاً أصلاً من بيت صيدة عائلة بوترس بيت جميل عائلة جميلة مثال جميل عائلة محبة مضيافة متماسكة على ما يبدو أن حمات بوترس تسكن معه على الأرجح أنها كانت أرملة وتخدم على ما يبدو بوترس كان يعتني بحماته ويرعاها زوجة بوترس أيضاً كانت خادمة مع زوجها بوترس واستشهدت معه أيضاً اخترت العنوان حماتي الجميلة واخدتها من الترجمة الفرنسية لبيل مير أي أمي الجميلة في الإنجليزية نقول mother-in-law أم بالقانون في العربية حماتي وعلى فكرة حابب أعرف منين أجد كلمة حماتي لكن بفلسطين إحنا منقول زوجة عمي أي الأقرب للعائلة وحماتي طبعاً بسميها mother-in-love يعني أم بالمحبة أخذت الجملة من الفرنسية الأم الجميلة الحماء الجميلة جاء يسوع بعد خدمة المجمع وبعد ازدحام يوم طويل حتى في وقت راحته لم يخلد للراحة حتى في وقت محتاج للراحة لم يطلب يسوع شهرة أو يبحث عن شعبية كانت حماتي بطرس بحسب إنجيل متة مطروحة ومحمومة وفي إنجيل مرقص متجعة ومحمومة في إنجيل لوقة حمى شديدة على الأرجح حمى المالاريا لأنه نهر الأردن قريب على المنطقة هذه الحمى تسبب حرارة شديدة مع قشعريرة وألام مبرحة إلى درجة الهذيان فيكون الجسم ضعيف ومطروح وقف يسوع بجوارها يعني عم بيتفرج عليها ظل المسيح ظل لها كما هو مكتوب تحت ظله اشتهيت أن أجلس وبخوافيه يظللك ثم لمس يدها لمست يسوع الحنونة الشافية ثم انتهر الحمى وهي نفس الكلمة انتهر الشيطان في إنجيل لوقة الإصحاح الرابع آي 35 مكتوب فتركتها الحمى وشفيت في الحال ورجعت تخدم كان شفاء يسوع فوري وعلني وكامل وتخلصت من كل آثار المرض في الحال حماد بوتروس خلصت وشفيت لتخدم ثم شعرت بواجبها استخدمت عطية الرب لها وهي الخدمة لكي تخدم ثم نالت كرامة عظيمة إذ خدمت رب المجد والتلاميذ وانضمت إلى سجل النساء اللواتي خدمنا المسيح مثل مرثى ومريم أخت ألي عازر ومريم المجدلية وأخريات كثيرة اللواتي خدمنا المسيح كما أن يسوع أنكر ذاته وهي أيضا أنكرت ذاتها بعد أن استعادت نشاطها في الحال خدمت لأنها شفيت ولا تحتاج للنقاها هذا الشفاء حدث بعد انتهاء السب إذ نرى أن جماهير جاءت إلى يسوع وشفاهم نرى أحباء سلطان كلام المسيح تعليم المغير ثم سلطان معجزاته لمسات يسوع الشافية سلطانه على الأرواح الشريرة فقد جاء ليدمر مملكة الشيطان وهذه المعجزات كانت علامة لمجيء ملكته ثم كانت هذه المعجزات علامة لقوة حضوره كانت تخرج منه قوة تصنع المعجزات والشفاء تظهر شخصية وهوية المسيح مليان حنان وسلطان أيضا هذه المعجزات كانت لتتميم النبوات تممت هذه المعجزات عمل من أعماله الكفارية ثم نرى البدلي العظمى أخذ أسقامنا وأعطانا شفاء عزيزي لا تترك المسيح في المجمع أقصد في الكنيسة خذه معك إلى بيتك وشاركه البركة كما فعل بطرس وعائلته الذين استضافوا المسيح فالمسيح أصبح المضيف وأيضا المسيح أصبح ربان لسفينة بطرس لقاء خمسة ادعو المسيح إلى بيتك دعه يقود سفينة حياتك أعطه المكانة الأولى في حياتك وعندها تنال البركة اخدمه شارك هذا الفيديو مع الآخرين والرب يباركك اشتركوا في القناة